قابلت يحيا الفقران يوم حلفان اليمين بس أنا قاعدة هنا في أول المكان وهو في آخر المكان بس وهو خارج أنا قلت له يحيا عايزين نبقى نتفق مع بعض هنقول إيه قال لي بيكلميني فكلمته بعدها بيوم كده وقلت له أنا عندي قضية عايزة أطرحها وياريت أنت تساعدني وتضم صوتك لصوتك قال لي إيه قضية إيه قلت له الدولة ترجع تنتج تاني إحنا دلوقتي عملين نتباكى ونقول زمن الفن الجميل إحنا عاوزين نرجع هذا الزمن الزمن الجميل ده كان مين اللي بيعمل قطاع الانتاج في التلفزيون وصوت القاهرة ومؤسس السينما والمدينة نرجع نعمل الانتاج ده تاني لأن دول كانوا أساد ذا تعلمين كويس قوي وبيعملوا على أسس وملهمش أي أهداف إلا أنهم يطلعوا أعمال جيدة لكن لما ترك الإنتاج في أيدي التجار ابتدوا يدوروا على المكسب بصرف النظر عن أنهم يقدموا أي حاجة للمجتمع ولا أي حاجة فتأخرنا بعد ما كنا رائدين للفن الجيد تأخرنا ودول أصغر مننا بكتير سبقونا وبقوا يقدموا المسلسل الديني والمسلسل التاريخي وحاجات محترمة ما بنشوفها فده هدفي يعني أنا نفسي أقدر أرجع تاني الانتاج للدولة لأن الدولة موظفين إحنا بناخد مرتبات وشغلتنا إن إحنا نشتغل كم مخرج ممتاز قاعد في بيته النهاردة كتير ومتعلمين بره كلهم وعارفين الإخراج وعملوا أعمال جيدة والنهاردة الأعمال اللي هم عملوها لما بتتحط جنب الأعمال الجديدة بتلغي الأعمال دي لأن هؤلاء عملين كل الناس عملين يقولوا عايزين الفن الحلو اللي أنت كنتوا بتقدموا فربنا يقدرني وإن شاء الله لما نجتمع بقى طبعا يحيا وفقني 100% وقال لي أنا موافق 100% على الكلام ده وندخل لجنة الإعلام ونقول رأينا وربنا يوفقنا